شكراً لديك ترحيل. شكراً لديك ترحيل. قبل أي حاجة الحقيقة أنا بحكة ممكن حضراتكم في أغلبكم. عارف إن أنا بشتغل في موضوع بتاعت الصروة العقرية الحقيقة أنا أول مرة أسمع أول مرة أتفرج على الشغل بتاع الصندوق ولازم أبدي يعني تمييزه الحقيقة عن قطعات كثيرة جداً 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 موجودة في مصر. الحقيقة أنا يعني أنا لما هتكلم على التحول الراقب في قطاع العقارية أنا بس هاخد الأول اثنين تلات سلايدز كده يعني نعمل فيهم توحيد فكر بس باعتبار مجموعة ورش العمل السابقة ونبقى إحنا مكملين إحنا اخترنا ليه القطاع العقاري في أحد الورش اللي بتتكلم عنه. يعني أنا بفكر حقيقة إن دي مجموعة ورش العمل دي كان بتتكلم على في التحول الرقمي في الدولة. ليه؟ ليه؟ عشان الاقتصاد الرقمي. يعني هو الهدف مش التحول الرقمي إن هدف إحنا في الأساس إحنا مندور على الاقتصاد الرقمي. طيب تعالوا نبص على القطاع العقاري. القطاع العقاري بيمثل في مؤشر أداء الأعمال بيتمثل في مؤشرين رئيسيين. أول مؤشر استخراج تصريح البناء. كان ترتبنا في 2018 رقم ستة وستين وفي 2019 يعني تأخرنا دركتين كمان بينا تمانية وستين. المؤشر الثاني تسجيل العقار. ده كان ترتبنا مية وتسعتاشر تأخرنا بينا مية خمسة وعشرين. طيب. تانية حاجة إنهيار أسعار العقارات في العالم لما بيحصل إنهيار عشرة في المية. الاقتصاديات المرتبطة بالقطاع العقاري بتنهار بنسبة عشرين في المية. بديجي منين إن عشرة في المية من حقوق الملكية نزلت وعشرة في المية من أسعار سعر السروة انهار. فالحقيقة الواحد إتس تو اكس. وده خطورته ليه خطورته مش في القطاع خطورته قطاع ده مرتبط به مجموعة من القطاعات سواء ان ارتباط مباشر أو غير مباشر قد تنهار انهار عنيف بعدي. أنا هديكم مثال صراعات التحولية مثلا صراعة الأسمنت صراعة الحديد السراميك كهرباء خدوا بقى واحنا ماشيين العمالة المرتبطة بالقطاع ده. فمن السبب دوت إحنا قررنا إن إحنا ناخد القطاع العقاري ونعمل له ساشا محددة عشان ندرس. يبقى أنا ببساطة جديدة عشان أقدر أقول هعمل اقتصاد رقمي لازم أدرس القطاع العقاري واشوف أليات تحول الرقمي فيها تباش تلاعمل إزاي. طب إيه هو بقى الاقتصاد الرقمي يعني برضو دي نقطة مهمة يعني لازم نبقى فاهمين يعني اقتصاد رقمي حشي بقى فيه فكر واحد بنا بهم بعض. حقيقة هو فيه تعريفات كثيرة جدا جدا للاقتصاد الرقمي على مستوى العالم. بس إحنا اخترنا هنا إن يبقى فيه تعريف بسيط لنا إحنا في طلباتنا في معصر. أنا لو عندي قطاعات اقتصادية مختلفة لو أنا عملت لها رقمنا يعني تحول رقمي. حقدر أستخرج عنها معاشرات اقتصادية رقمية. زي معاشرات كفاءة أداء معاشرات عن معدلة النمو حجم مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي حجم الاستثبارات المباشرة وغير مباشرة سواء أجنبية أو غير. إلي آخره؟ نعم؟ ده كده اللي أنا عايزه. التحول الرقمي للقطاعات الاقتصادية المختلفة هيؤدي إلى استنباط إيه؟ مؤشرات اقتصادية. هتساعد في إيه؟ عشان أضبط السياسات بتاعت القطاعات دي بناء على مدى استقرار المؤشرات. يعني لو حصل عندي تضخم في سعر السروة العقرية في مكانه. لازم أخش بسياسة معانا عشان أهبط السعر ده ورجعه تاني. حصل عندي كساد لازم أخش بسياسة معانا. يبقى أنا القطاع هنا بيودار قطاع الاقتصادي بيودار بالسياسات بتاعته اللي هي جاية أيمة على المؤشرات اللي خرجت من الرقمنا للقطاع ده. طيب إيه المؤشرات الاقتصادية ممكن نطلعها من القطاع العقاري؟ ده السؤال اللي بعد كده. حجم وسامة القطاع في نتج المحل يجمالي حد يقدر يقول لي الرقم كم؟ أنا والله حاولت أدور على الرقم ده فجأت التخطيط قالت ستة واحد من عشرة والإسكان قالت اتنين وعشرين في المية. والبرة لأ حديتك مش حديك مش حديك أنا عارف الرقم. التخطيط قالت ستة واحد من عشرة وعندي التصريح. ستة واحد من عشرة وعندي التصريح. المشكلة في إيه؟ هو إحنا ما بنقول شي 18.92 في المية. هنا لو أنا اقتصاد رقم. لكن أنا هنا يعني بالكيلو. اتنين وعشرين في المية واتنين وعشرين في المية. يعني خمس الاقتصاد قائمة قطاع العقاري. ما هو ده برضو. طب قطاع الزراعة راح فيه. يعني ما برضو ده كلام. طيب. ما هو حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة والغير مباشرة في القطاع ده. حجم الاستثمارات المحلية. طب يعني عندنا بقى property price index. يعني حضرتك كده الحكومة من الزلالي price index تيجي تقول لي. المنطقة مثلا بتاع التجمع الخامس متوسط السعر المتر مثلا في التسئين الشمالي كذا في الجنوب كذا. ما نعرفش. هل عندي housing affordability index؟ يعني ده متهالي ده يماتش مع حضرتك تماما. housing affordability index شريح الوسطة في المجتمع. الدخل المتوسط في المجتمع. يقدر يستحوز على واحدة عقارية شكلها عاملة ازاي بي. واخدوا بقى أنا مش عايزة أخوض فيه يعني كمية مؤشرات كثيرة. احنا محتاجينها عن قطاع في غاية الأهمية. والحقيقة احنا مش عارفين عنها حاجة. طيب. تعالوا ناخد مثال لمساهمة القطاع العقاري من ناتج القومي الإجمالي في أمثلة في دول العالم. وجدت المتحد الأمريكية ستة واثنين من عشرة. وده بيمثل 1.2 تريليون. مكتب الإحصاء الأمريكي في سنة 2014. قال إن حجم الإرادة السيادي الفيدرالي الأمريكي اللي جاي من التداول العقاري 25.1% من إجمال الإرادة الفيدرالي الأمريكي اللي داخل لها. في أستراليا كانت تسعة واربعين واحد من عشرة في المائة. طيب. في أستراليا ستة ونص من الناتج القومي الإجمالي. كندا كندا 20% دبي 7.1 من 10. نحن بقى نحن كلنا أي واحد يسأله هنا. يقول لي ده أخطر قطاع اقتصادي موجود في مصر. نحن كلنا متأكدين بكده. بس نحن عارفنا بالويبة كده يعني. عارفنا كده بيه. بالوايم زي ما بيقولوا. نحن لدينا شيء في أدينا مسكنها تقول إن ده فعلا أخطر قطاع. سأرجع حضراتكم نقطة تانية مهمة. نحن لما من قوائل مبادئين أو الوركشوب قلنا إن النموذج الأمثل عشان نقدر نطلع أي قطاع يطلع بشكل مراقما. يعني نعمله ديجتايزيشن أو ديجتايزد. لازم يمشي على مجموعة من الخطوات. أول خطوة إن إحنا القطاع ده لازم يحدد أهدافه. الخطوة اللي بعد كده يشوف وضعه الحالي إيه. وبعدين يدرس أهدافه دي. هل قابلة للتحقيق بوضعه الحالي بالأنظمة القائمة فيه؟ اللي هيلاقي إن فيه خلل. الخلل ده بيطلع فينا نقاط الضعف. ليه الويكنسس. بمعلومات التلاتة دول أنا أقدر أبنيله الشكل الجديد بتاعه. اللي هو المفروض يبقى عليه. اللي يقدر يحقق الأهداف اللي عايز يوصلها. وبعد كده نقول بقى التكنولوجيا اللي هو محتاجها إيه؟ التكنولوجيا هنا بالنسبة لي الأداة. تعالوا نطبق الكلام ده بقى على القطاع العقاري. لو أنا عايز أقولي التحول الرقم في القطاع العقاري إيه أهدافه؟ أو أنا طبعا مش هقدر أعرض كل أهداف نيابة على وزارة الإسكان. لكن أنا بقول إيه أنا متخيل إن أهدافه كده. أعتقد إن أهم هدف إن أبرز القطاع كقطاع اقتصادي محوري. تاني هدف أعجزبله استثمارات أجنبية ومحلية. أرفع معدل الحوكمة في إجراءاته. كلكم بتسمعوا عن مخالفات البناء. صح؟ بصوا على اسكندرية والعقارات اللي بتقع فيها. مصبوط. طيب رفع معدل الحوكمة ده حينعكس إيجابيا عليها. أنا بخفض معدل مخالفات البناء. وألتزم بالمخططات الحضرية. إحنا لو فتحنا الشباك ده هتفهموا معنى الجملة دي. هتبصوا كده. شوفوا. هل اللي طلع تصريح البناء لمنطقة اللي ورانا هنا على طول. اللي طلع لها تصريح البناء. هل ده التزم بمخطط حضاري؟ زيادة لحصلة الإرادات السيادية من خلال تحويل الأنشطة الاقتصادية الغير رسمية في القطاع لأنشطة رسمية. بناء نموذج للتحليل التنبؤي عشان القطاع يبقى برو اكتف. أبني له نموذج للتحليل التنبؤي ونموذج للمخاطر. أولد القدرة عند وزارة الإسكان عشان تعيد وضبط سياستها من خلال استقرار المؤشرات الاقتصادية. أنا متخيل إن دي جزء من الأهداف الاستراتيجية اللي هتبص عليها وزارة الإسكان في تحول الرقمي للقطاع العقاري. طيب تعالوا نبص بقى. أحنا هناخد مثال حاجة واحدة بس. دورة إصدار ترخيص البناء. تمام؟ في الوضع الحالي. هل أنا لو طبقته؟ هل كمنظومة هل دي تقدر تحقق لي الأهداف اللي أنا عايزها؟ أو لا لا. هنشوفها. تبقى لقانون 119 لسنة 2008 اللي هي التنفيذية بتاعت 2009. أول حاجة أنا بحصل على شهادة صلاحية. التعاقد مع مكتب هندسي. بقدم طلب الترخيص. بستلم الترخيص وفي شرط إن لو عد عليها 30 يوم. بيعتبر دي موافقة ضمنية. طيب تعالوا نمسك الهدف ده. هل الوضع الحالي في إصدار الترخيص البنائي يقابل الهدف ده؟ يحققوا؟ رفع معدل حوكمة في الإجراءات مما ينعكس إيجابيا على حد من معدل مخالفات البناء والالتزام بالمخططات الحضرية؟ تعالوا نشوفها. إيه عنصر الخلل في دورة إصدار ترخيص البنائي دي الوقت؟ أنا عندي هاية مجتمعات عمرانية بتعملي مخططات بترسم السياسة العامة للتقديد العمراني وتطلع لي مخططات حضرية ومخططات تفصيلية لكل حتة موجودة في مصر. وعندي مكاتب هندسية اللي هي جاية الإدارية مكاتب هندسية في المحليات أنا بتكلم أنا مش هاية مكتبات العمرانية دي مكتبات جديدة. خلوين دلوقتي أنا هتكلم على المحليات. لأن إحنا دايماً بنسيب المصيبة ونجري ندور على الجديد. نبني له حاجة جديدة خلي المصيبة زي ما. فالمصيبة بتفضل تجبر 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 زي كورة التالج. ما بتحلش. مكتب الهندسي بالمحليات. طيب. لو أنا بسط للمكتب الهندسي دا بيصدر الترخيص وبيعمل متابعة للمخالفات واو الأخ. الراجل دا تخطيتي والراجل دا تنفيذي. مين بيرائب بقى اللي تخطط دا تنفذ؟ مفيش. لا يا فن. أنا عايز أقول له حاجة حاجة. أنت الرخصة طلعت. مين اللي قال إن الرخصة دي تقابل المخطط الحضري دا؟ لأنها طلعت. الحل هنا هي ندور الرقابي. الرقابي على إيه؟ الرقابي على إن التنفيذ ما يتنفس إلا بناء على المخطط. دا اللي نقصد. الرقابي دا مش موجود. في الحالة دي يعني مطابقة التصميم المطلوب تنفيذه على المخطط العمراني. دا خلل إجرائي. عنيف. وده اللي مسبب لنا التشوه اللي حراككم شايفينه دا. طيب. مطلوب له إيه؟ مطلوب له أعادة هيكلة. عشان عيد هيكلة. واحنا ممكن نعمل زي كل ما الدنيا بتعمل. مرفق لتنظيم البناء. الرجل دا وظيفته رقابي. ياخد المخططات. والرجل اللي عايز يعمل رخصة. قبل ما تطلع للرخصة. لازم ياخد الموافقة بتاعت المفقة. الرخصة دي مطابقة للمخطط. حاجة بسيطة جدا. طيب. في الحالة دي المكتب الهندسي هيبقى معتمد لدى المرفق. ليه؟ عشان يمي يعمل رسم التصميمي بتاعه. يبقى رسم التصميمي دا مطابق. هو واخد طالما هو معتمد. فيبقى رسم التصميم بتاعه مطابق للمخطط الحاضر. بعدين هيقدم المستردات. المرفق. هيدي عليها الابروفل. يبقى عدها للجال إدارية لإصدار الترخيص. طيب. دي هترجعنا النقطة تانية مهمة أولا. إن هنا أنا ضمنت. أنا بدي مثال صغير جدا. أنا مقدرش أشرح كل حاجة. فأنا بدي مثال صغير جدا. لإعادة الهيكلة اللي ممكن تتم جوا القطاع دا في التحول الرقم. طيب. أنا بقى المثال الصغير دا عايزة أوصل حيكو حاجة. لو أنا كده في إصدار الترخيص. طيب لو حصلت مخالفة بونا. إيه اللي بيحصل دلوقتي؟ بيحصل الحي. بيروح يجيب مخالفة البونا. وياخد المخالفة دي يقوم بعيدها للإسم للتنفيذ. ده الشكل القانوني. تمام؟ في شكل تاني موازي. إحنا حق وإحنا عارفينه. إن المحضر وهو رايح الإسم رايح معاه حاجة. عشان الإسم يقوم باعت يقولي لدراسة الأمنية. مظبوط. النتيجة المخالفة بتفضل قاعدة على الأرض. لما تيجي النيابة الإدارية تحقق مع الراجل بتاع المحليات. أنا بريق. تفضل هي أنا بعت الإسم والإسم ما بيغنفس. مظبوط. ليه؟ لأنه هو قام بدور تنفيذي ودور رقابي. وده خلل. لكن أنا لو بعت كجهة انفيذية هنا. رح بعيت لي المخالفة هنا. وده اللي يقوم بدوره كميرفق. اللف هنا بقت مختلفة تماما. طيب. شايفين إحنا وقفين فين بقى؟ إحنا وقفين في الحتة دي. شكل السيستم بقى ما تبقى. جبتلكم وصير الكمبيوتر. قلتلكم السيرفر فين؟ قلتلكم أنا هعمل لكم أي حاجة. أنا مقولش حاجة من الكلام ده. صح؟ تمام؟ التحول الرقمي هنا معناه إن أنا أوصل الأساس للوب الموضوع. شكل السيستم هي بقى إيه؟ وبعدين في المرحلة اللي بعدها بقى أجي أقولك آه والله أنا هنا بقى محتاج تلاود. ومحتاج هبتدي بقى اللي بالنغمة خالصة. أنا محتاج تلاود. أنا محتاج تلاود. أنا محتاج صوفتور بشكل كذا. أنا محتاج كذا. أنا محتاج كذا. طيب. أنا بعد الكلام ده أنا قد أقول إن حققات إيه دي؟ أنا ممكن أقول ضمام مطابقة الترخيص الجديدة مع المخاططات العمرانية. أنا ممكن أقول أخفض معدل مخالفات البناء. أنا ممكن أقول حصر ترخيص البناء الصدر على مستوى الجمهورية مصنفة. وده مؤشر عن حجم الاستثمارات. ممكن أقول لأن خلاص بقى فيها جاعة مركزية بتقوم بالضر الرقابة. أو الحصر المعروض من الوحدات العقرية مستقبلا. لأن أنا بقيت عارف كمرفق عارف إن فيه رخصة طلعة في مطوبص فيها عمارة عشرة دوار على شاقتين ومساحت شاقة كذا والأخفة بقيت عارف حجم المعروض في الفترات القادمة. قد إيه؟ طميت الطلبات الهندسية من طلب الترخيص. الحتة دي أنا حطتها أنا آسف يعني حطتها قاصد إن دي مصيبة اللي أنا كاتبه ده. ليه؟ أنت لو دخلتوا أي كمباوند يعنيك وبترتاح. يعني لو دخلتوا الرحاب بتلاقي يعنيك ارتاحت كده ليه؟ لأنها هتلاقي كلها اسيمتريك. عمرات شكل واحد بلون واحد. أخذش أي كمباوند عينك ترتاح. أخرج برك صوره بس. يعني الحقيقة اللي يعرف الرحاب مثلا يطلع برا الصور. وتمشي في الشارع العمرات كل عماء كل فيلا. كل فيلا شكل معماري مختلف ولون مختلف وتصميم مختلف. حرقوا يا ما شفتوا في الأفلام الأمريكاني مثلا أنت كتمشي في الشارع هتلاقي كل فيلا شكل واحد. مصبوط؟ ليه؟ لأن أنا من خلال المرفق بقى أنا أقدر أفرد تنمية هندسي. يعني أقدر أفرد كود اللون بتاع المنطقة دي. شكل معماري أنت هتبني في الكربة لازم تلتزم بشكل الشركة البلجيكية. تمام؟ أنت هتبني في التجمع الخامس يبقى عندك النمازج اللي تلتزم بيها. أكواد ألوانك هي. في التجمع منظر دا دايما باخد له صورة فيلا موجودة. فيلا قبلها لونها أزرق. اللي بعدها أحمر أحمر أحمر. اللي بعدها أصفر صحراوي. منظر يعني أنا مش عايز أقول الحاجة. تمام؟ طيب الحاجة التانية. أكبر مصيبة في التسجيل في مصر في إيه؟ أكبر مشكلة. حاجة اسمها كشف التحديد المساحي. كشف التحديد المساحة دا حالتك لازم تروح لشهية العامة المساحة. قبل ما توفر لك مهندس ويرجع بقى يقس لك الشقة من قوله جديد. ويحدد لك بقى الارتفاق والمساحة البينية اللي بينك وبين الجار. والمنافع والاستغلال وحصت مش عارف إيه وحصتك في السطح وفي البدروم. طيب وهنا النهاردة لو أجي ممكن كمير فاق أطلب من الراجل الاستشاري. اعمل لي كشف التحديد المساحي في التصميم بتاعك على كل واحدة. ونما أجي أنا خلاص الاستشاري هو اللي عملها لي. وهتلي عليها اعتماد المساحة على التصميم. اين مشكلة يعني؟ طب بلاش؟ كل دا إعادة هيكلة إجرائية. طب بلاش؟ لما تيجي يطلع لك شهادة صلاحية الإشغال جزء من قبل ما صدر لك الشهادة. لازم تطلع لك الشهادة بعد الحيوط. يعني تطلع لكشف تعديد المساحي بعد النساء بالحيوط اللي عليها. انت الشقة دي انت مطلعها في كشف تعديد المساحي 162 ونص. بعد المبانات طلعت 163. لازم تطلعها لي بقى بالشكل الجديد. أبني رقم واحد عقاري على مستوى الجمهورية. ما أنا بقى خلاص كل الدنيا بقى بتصب عندي. إلى آخر. شكرا.